هل نحاسب على الوسوس والأفكار السيئة لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل والله قال لا يكلف الله نفسا إلا أسعى هل لمس الرجل لزوجته ينقض الوضو في عدنا اتجاهين الاتجاه الأول قال ينقض الوضو أو لامستم النساء مذهب ابن مسعود والإمام الشافعي ومذهب الآخر قال لا ينقض الوضو إلا إذا كان بشاهوة إذا كان بشاهوة ينقض الوضو لكن أنا أذهب مع القول الأول أنه ينقض الوضو فأذهب وتوضى يعني كل دقيقتي ما رح تطول عليك أضمن ما هو علاج الغضب علاج الغضب هو الاستعادة من الشيطان الرجيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يستابان فرجل احمر وجهه واحمر أنفه وانتفخت أوداجه قال النبي إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد وهو الغضب والغضب يا جماعة الغضب هو من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فتوضع وإذا كنت واقف اقعد وإذا كنت قاعد اضجع والله أعلم ما هي الطريقة لجعل ابني يصلي أمره واصبر علي لأنه الله قال وأمر وأمر أهلك بالصلاة واستبر بدا صبر يا جماعة واستبر عليها هل تجوز لبس الباروكة لا يجوز لأنه هاي من الواصلة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة إلا إذا كانت المرأة صلعاء فهون يجوز عموم الخلق عنده شعره هي ما عنده شعر فلبسه جائز والله أعلم كيف تخلص من الزهر اقرأ قل والله أحد والمعوذتين وامسح ما استطاع انفذ بيديك وامسح ما استطعت من رأسك وجسدك يعني قدرت تقرأ صورة البقرة لا تقصر أو اقرأ أواخر صورة البقرة والفاتحة حكم التداوي عن طبيب غير مسلم يجوز إذا كان ثقة وإذا كان أمين وإذا كان شاطر حكم تربية الحمام في المنزل إذا ما كان فيه تصفير وضرر للجيران وأنه تبعد حمامي تسرق حمامي تانية وإذا ما كان فيه ضرر إن شاء الله جائز والله أعلم ما هو علاج سوء الضم بالناس أحسن الضم بالناس لأنه أحد الصالحين قال لو رأيت صديقي على لحيته خمر لقلت إنها سكبت عليه ولو رأيته على جبل يقول أنا ربكم الأعلى لظننته أنه يقرأ هذه الآية صورة النازعات فدائما أحسن الضم بالناس الله يفرجه ممكنه ممنه من كل واحد يقول آمين سلام عليكم